لكن العدالة مفقودة بقالها مسلمين العدالة التحكيمية أبسط الأمور لما نشوف النهاردة في الدوري المصري كم الظلم اللي بيقع على بعض الأندية مش هقول للنادي الأهلي بس بس الظلم المتواجد في التحكيم لما نشوف العدالة المفقودة دي كلها أسباب خلي بالكوا خلي بالكوا دي أسباب تؤدي أن الناس ممكن يكون عندها ديء الناس من إن ما فيش عدالة يبقى الناس متضايقة من الوضع القائم في الرياضة أيضا الأمور الإدارية الموجودة لما نشوف النهاردة الأهلي هو بيلعب في النهاية الأفريقي وبسبب الأشخاص أحد الأشخاص اللي أخفى الجواب ولسه موجود دي مش عدالة موجودة في الرياضة مبدأ السواب والعقاب النهاردة اللي بيكون موجود أتمنى من القائمين على الرياضة إن الأمور دي تكون موجودة العدالة علشان نبدأ نشوف خلال الفترة القادمة التفاف جماهيري كبير حوالي منتخب مصر اللي هو قبل كل الأندية الحاجة التانية وبقى ناشد بها اتحاد الكورة الشفافية النهاردة بنشيد باتحاد الكورة في الشفافية اللي اتخذها على الحكام قائمة الحكام الدولية لما أعلن ودي خلي بالك منذ فترة طويلة لم يتم الإعلان عن قائمة الحكام الدولية فالنهاردة دي شفافية زي ما اتحاد الكورة بيخطو بنقول فيه خطأ زي ما بيعمل صواب بنقول هنا صح وبنشيد احنا ما ننتقدش طول الخط لا لما فيه حاجة كويسة بنقول عليها كويسة لما النهاردة اتحاد الكورة يعلن القائمة الدولية بكل الشفافية ومنشوفش فيها بعض الحكام اللي كانوا موجهين وكان لهم أغراض فالنهاردة بنقول تحية لاتحاد الكورة لما نشوف حكم في الفار بيضيع مجهود فريق بيتعب طول الموسم في لقطة وفي لعبة في مباراة فارقو وانلاقيه برا القائمة الدولية بنقول لاتحاد الكورة ده الصح وده الطريق الصح اللي انتو ماشيين فيه فعلشان كده لما يكون فيه حاجة كويسة احنا بنشيد باتحاد الكورة لما يكون فيه حاجة خطأ احنا اول ناس بنقول لاتحاد الكورة ده خطأ الحاجة بقى اللي انا عايز اقول عليها لاتحاد الكورة المديونيات لاتحاد الكورة من قبل الاندية كان طلع بعض اعضاء مجلس اصدارة الاتحاد وقالوا المديونيات اللي على الأندية لاتحاد الكورة بسبب القيد. فيها أندية كان عليها تمانين مليون جنيه. أندية عليها عشرين. أندية عليها عشرة. أندية عليها خمسة. وفيها أندية معلاش فلوس. النهاردة الموقف ده اتعامل معي ازاي. اتحاد الكورة. الموقف ده النهاردة. واحنا بنبتدي موسم جديد. تم القيد فيه. فيه اندية بالفعل بدأت تأيد لعيبة قيمة اولى والتجهيز للقيمة التانية النهاردة وضع المديونيات السابقة تم الجدولة ازاي النهاردة اتمنى امتحاد الكرة يكون فيه شفافية زي ما اعلن عن قائمة الحكام الدولية واعلن بكل جراءة وفي حكام زعلة اتمنى برضو في الموضوع ده المديونيات اللي على الاندية لاتحاد الكرة انه يتم الاعلان عنها الجدولة في الفلوس ازاي هل النهاردة تم جدول لبعض الاندية او لنادي على مدار اربع خمس مجالس او اربع خمس سنين ولا على مدار سنة لازم يتم الاعلان طب النهاردة هل القد الجديد ان بعض الاندية ايدت سبع او تمن لعيبة او عشر لعيبة الفلوس اتدفع اتمنى السنة دي ولا دي هتتحط على المديونيات السابقة والنهاردة الفلوس زادت تاني لازم يكون فيه شفافية متحاد الكرة هي دي العدالة دي العدالة اللازم يتم تطبقها على كل الاندية علشان نلاقي التفاف جماهيري حوالي منتخب مصر وانا بقول هنا للجماهير ده خطأ لازم النهاردة منتخب مصر اولا ما ينفعش نخلط بنده وده ما ينفعش نخلط بنده وده لكن اللي بيدير لازم يكون عادل في قراراته اللي بيدير لازم يكون مسك المسطرة من النص لازم الامور تكون موزونة هنا وموزونة هنا ما ينفعش كفة على حساب كفة علشان كده بناشد اتحاد الكرة في هذا الامر المديونيات اللي على الاندية لاتحاد الكرة يكون فيها شفافية ويتم الاعلان عنها قريبا نروح بقى لنشاهد